والجزيرة. ايه اعلى متش انت كنت فيه. اهلي. اهلي. اهلي وتملي الجزيرة. اه الزمالي كنت في اعلى حاجة لما كنت في الاهلي. لما كنت في الاهلي. اه. لأ انا بتكلم وانت وانت لسه في نادي القاهرة. لما. كتصراعات في مدر انت حضراك برضو اه كان فيه صراعات جمدة جدا في النشئيات. يعني في طول ال 18 سنة دي. اه. كان بتتقام في ملعب شبا المسلمين اه من 6 فرق من اقوى 6 فرق. مصبور. كنت انا قادر اوصل النادي القاهرة لنبقى من 6 فرق. من 6 فرق. اه. طيب انت لو انت في النادي القاهرة. مين اللي كلمك وقالك هتروح النادي الاهلي. اه. ساعتها اه كمال بيحافظ. الرحمة الله عليه. اه. وكابتن حسن شحاتة. اه. اللي كان مسؤول عن السلة. اه. مدير كان مدير اه السلة. اه. ولا في حتة كابتن مصطفى اه قبل دي. ما انا عابزك تحكي طلع تسعة وسبعين. يعني في موسم تمانين واحد تمانين. اه. رحنا انا ومتحة وردة لعبنا موسم في نادي في الامارات. في الامارات. كمحترفين. وانت في نادي القاهرة. اه وانا في نادي القاهرة. اه. اه. واه. لعبنا موسم هناك. كمحترفين كان في احتراف اه موسم واحد تا بين اثنين وتمانين تاهمان في اه. في نادي الوحدة الاماراتي. الوحدة الاماراتي. روحتوا لعبتم في البطولة دي. اه. ومن الوقت ده انا بتربطني الصداقة جمدة جدا. باللعيبة هناك وبالآ. يعني شفت جو غير الجو انت متعود عليه. اه. يعني. وارجعت تاني برضو اه في نادي اه على نادي القاهرة وكده. نادي القاهرة. وجالي بقى اه في ال بعد افريقي على طول. اه. جالي تلات عروض. اهلي زمالك جزيرة. التلات تقندية اللي هما بتنافسوا مع بعض. بتنافسوا. اه. فانا طبعا بدون تفكير فضلت الاهلي. هل اخترت الاهلي عشان ارد اعتبار ليك? بتقول له انتو مشوتوني فانا جيت لكم نجم. اه. انا حبيت ان انا اه. لا وبعدين عشان الاهلي طبعا. لا انا انا عارف ان. انا حس. لا كابتن مصابقة انا حسيت ان الزمالك بطولات. جزيرة بطولات. لكن الاهلي اللي محتاج. الاهلي محتاج. اه. لان الاهلي معقل كبير جدا. اه. والاهلي اه. الحمد لله لما انا اتنقلت النقلة دي قدرنا نكسب. وكسبنا كذا دوري. وكسبنا كياسات. وكسبنا بطولة القاهرة اكتر من مرة. وكانت مجموعة كويسة. طيب. لما دخلت النادي الاهلي. من اول واحد قبلك جوا في النادي الاهلي. من اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين معك. كان مين جيلك. اه. اول واحد كان طاه الراجب. طاه الراجب. طاه الراجب ده اه. يعتبر يعني هو من. يعني هو. انتيم. انتيمي يعني. اه. هو من. وكان معاه في المنتخب. اه. يعني ما كانش غريبة عليكم. اه ما كانش غريبة. ومع ان انا تربطني صداقات برضو بلعبة. بلعبة كتير من الزمالك. ولعبة من التحال كبير كتير قوي. احنا كلنا. اه. احنا فيش التعصب اللي موجودة على الساحة ده اللي احنا شفنا دي. حقيقة جدت على الشعب المصري. والله يا كابتل مصباح انت كنت روح مع عسكر اسكندرية كانت يتخنقوا. اتعالي عود في بيتنا. ايوة. لان كان زمان ما ايوة اقولك بتوع اسكندرية عودوا في اسكندرية. وبتوعق خاهرة اللي باتوا في مش عارف في القوتين. اه. فمعظم اللعيبة كي لو ما كانش فيه تعص وكان الناس بتحب بعض. وكان الملعب ده اه بتحس ان اسر محترمة وعائلات. كان ده صح تستمتع. اه. مش رايح عدلوقتي عصبية ده يجتم ده وده يعمل ده. واتمنى اتمنى من ربنا سبحانه ان احنا بقى تتلغي من حياتنا حتى التعصب دي. طيب لما دخلت النادي الاهل ودخلت غرفة الملابس. كانت غريبة عليك. طبعا. ايه اللي حسيته انت. النقلة. اه. ايه اللي حسيته. حسيت برهبة طبعا. برهبة. يعني انت انت. انا حربت كل ده. اه. عشان اخش هنا. اه. وبعدين غير حربت انت. انت. جاي من النقلة من النادي القاهرة درجة تانية. للنادي الاهل باسمه وطاريخه وصمعته درجة اولى. تلعب في المونتاز. هتبقى على ما اسمع ورق الناس. جاي هدى في دورة اولمبية. ما حققتش بطولات في النادي القاهرة. حققت بس ناشئين. ناشئين. انما فريد اول صعب. حققت بقى لما بقيت مدرب. لما رجعت بعد ما بطلت رجعت مدرب. رجعت مدرب مع نادي القاهرة. اه. هقولك عليها بس. ما حديح نحك عليها. في حاجات particularly. انما اخليها بعد ما دخلت النادي الاهلي. وبدأت ترجع اه. النادي الاهلي في كرة السلة تاني وحققت معه انجازات. وبدأ الجمهور يجي. منا. كان الفيرة بدأت تكسب. انت كالليه الجمهور بقى ميتابعك في الحاجات دي كلا ولا لأ. ولا جمهور النادي الاهلي بس. لا جمهور النادي الاهلي وكدت انا. جمهور أكتر من مصر كمان لأن كل معسكراتنا في اسكندرية معقل كرة السلة وطبعا كرة الخدم وكل حاجة في اسكندرية إنما بعد ما اتنقلت للنادي الأهلي هل أنت كده استكفت وقلت ده الهدف اللي أنا كنت بفكر فيه ولا قلت لا دي بداية طموحاتي بداية ركبت المصطفى روحت من النادي أهلي سنة كم بعد الألمبياد 83 يعني بعد ما خلصنا أفريقيا بعد ما خلصنا أفريقيا في شهر 12 83 بدأت الموفواضات سفرت الألمبياد وأنا ماضي في الأهلي وأنت ماضي إنما كنت شليسة لعبت أربعة وموسم 84 لعبت 84 85 لغاية 94 هل بقى وأنت بعد ما ماضيت كده ورايح مع منتخب مصر ألم بالجيمز بطولة عالمية على مستوى العالم كله هل ما خفتش أنت هل أقدر لاجي لك إصابة أو الحاجة تحرمك من الحلم اللي إنت وصلت له طبعا بقى دي حاجات قدرية بس أنا طبعا كان هدفي إن أنا أتقلق عشان أتقلق عشان برضو أنا لازم أثبت للناس اللي هجابوني من نادي إن أنا أستحق أول مباراة اللي بتاع مع النادي آلي كانت كام سنة كام أربعة وموسم 84 أربعة كانت مع مين أعتقد كأول مباراة كانت أو أقوام كانت مع الزمالك مع الزمالك أنت بقى بتلعب مع لعبة النادي الزمالك أصحابك كلهم ومفيش طبعا كله مع بعض أخوات حصل موقف في الملعب كده بينك وبين أي لعب موقف بتبقى كتير وكده بس يعني أنا الحمد لله كان يعني أنا كان ليا طريقة يعني أنا كنت واخد نهج معين يعني أنا خدت أفضأ يعني جايزة اللعب النظيف أكتر من مرة يعني ما كنتش أنا يعني مش عنيف يعني أنا مركز في اللعبة مركز في اللعبة طيب إيه أهم ببطولة حققتها مع النادي الأهلي بطولة الدورة العام في وسط صالة إسكندرية عفري الاتحاد كابتن طلعت جنيدي رحمة الله عليه رحمة الله عليه طبعا طيب قولي كده جيلك مين في النادي الأهلي اللي أنت وخدت وحققت وفيه انتصارات كبيرة جدا آه كان فيه معايا كمان في المنتخب كان طاهر رجب كان نبيل بخيت خالد بخيت عبهادي الجزار هني عب منعم آه كل دولة دي الجيل كان معانا في المنتخب وفي النادي بعد ما حققت طارق خيري واشتفعلي يعني فيه مجموعة بس أنا ملعبش يعني ملحقش طارق غنام والناس دي آه يقولك أن الجيل اللي قابليك اللي بعدية طارق اللي بعدية آه أنت لعبت كنت تسلع تقريبا كم سنة أنا لعبت مثلا أنا لعبت مثلا من حاجة يعني أنا في المنتخب من 72 ل92 ما شاء الله من 76 ل92 خمشان سنة ما شاء الله منهم 10 سنين كابتن كابتن دي كابتن حملك مسؤولية أكتر طبعا لأن كان متحة واردة متحة واردة كان هو الكابتن وبطل بعد 83 بطل طيب وإنت بتلعب في النادي الأهلي ساعات الواحد يقول إيه أنا خلاص وسلت للطموح اللي أنا عايزه لكن إنت من كلامك إن إنت عندك إرادة وجالت غير عادي إنك عاوز توصل لهدف معين بعد ما وصلت للنادي الأهلي أنت طبعا راجع من لومبل جيمز ودي هنتكلم عنديها الواحدة هديا ومضيت في النادي الأهلي ورحت لومبل جيمز ورجعت هل بقى كنت راجع خلاص أنا اتطمنت إن أنا مضيت للنادي الأهلي خلاص طبعا كان في شيء من الطمأنينة عندي بس أنا كنت راجع متفوق على نجوم العالم يعني أنا لعبنا هناك 7 موارات حطيت 179 بند أنت هدى في البطولة كان فيها مايكل جوردن وناس أسماء لا معادي دي فريق الأحلام بتاع أمريكا كان فيها متفوق على الناس دي كلها فرجعت بقى قلت إيه فقلت بقى أنا برضو يعني إيه أثبت للناس إن العملية مش ضربت حظ وبرضو أنا لا أنكر في البطولة دي إن لما بدأت يعني أنا أنا موضوع الهدى في درتبط بيه قبل البطولة اللومبيات ليه بقى؟ يعني إحنا روحنا 79 سبليت بطولة البحرابيات أيوة برضو خد هدى في البطولة دي هدى في البطولة جميع بطولات أفريقيا اللي أنا لعبتها حوالي 9 أو 8 بطولات كنت هدى في أفريقيا فيها كنت كنت رقم كام في الملعب؟ 7 زيك والله أنا خداع عشان كابتن عدل شرف وعشانك لا والله وحيات أبوية ومش مجاملة ولا بقولها عشان أنا أحب أسجل معك شرف لي يا والله وحيات ربينا حبيت 7 وولادي كل واحد فيهم لعب باسكت ب7 لأ ده أنا حبيت العلة دي قوي بأك ما زالوا يا كابتن مصطفى بنتي وابني بلعبوا ب7 رقم 7 هالرقم 7 ده ميت فيلد ولا فورود ولا ديفينز لا ولا وحيات أبوية